اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمة الله يسعر وبركاته مرحبا بكم في درسين جديد من قناتكم قناة العلمية في الكادب اليوم ان شاء الله سنتعرفوا انا وانتم على افضل مؤشر للشراء والبيع على منصة تريدين فيو ومؤشر مجاني لكنه غير معروف انا اعرف ان الكثير من الاخوة يحبون التداول باستعمال مؤشرات خصوصا استعمال تريند لاينات لذلك قررت ان اهديكم مؤشر مجاني موجود على منصة تريدين فيو ارى انه سيساعدك كمبتدئ على دخول في صفقات بسهولة لكن شرط الوحيد هو ان تجربه اولا على اكتر من مئة صفقة حتى تعرف نسبة النجاع انا جربته على اكتر من مئة صفقة لكن لا نعطيك النسبة اريدك ان تكتشفها بنفسك اخي الكريم نحن لا نعطيكم مؤشرات ولا دروس اذا لم نجربها في قناة العلم العرف الكذب لكن اولا اريدكم ان تشتركوا في قناة اليوتيوب المجانية او قناة اليوتيوب عفوا العلم العرف الكذب مباشر في هذه القناة سنضعوا لايفات وبث مباشر اولا اريدكم ان تشتركوا في قناة اليوتيوب البث المباشر او قناة العلم العرف الكذب مباشر هاد القناة وصلنا الى 1390 مشترك وريدو ان نصل الى الاكتر لكي نبدأ ببضع البت المباشر ليعني يكون هناك اسئلة نجاوبكم على الاسئلة نحلل معاكم اي سوق تريدون فوريكس اسهم مملة رقمية اي سوق نحللوا باستعمال تحليل موجه والبرايس اكشن ومدرسة المنطق ستستفيدون اخوة الكرام اشتركوا في هذه القناة سأضع لكم رابط الاشتراك اسفل في صندوق الوصف وفي التعليقات كذلك لا تنسوا ان تشتركوا في قناة التليجرام المجانية هذا هو الرابط سأضع لكم في صندوق الوصف لا تأخذوا هذا الاسم ولا الصورة لان هناك نصابين كتريان تحيلون شخصيتنا خذوا الرابط من صندوق الوصف ضغطوا عليه تصبحون اعضاء في المجموعة في هذه المجموعة نشارك معكم ارباح المشاركين في دوراتنا التدريبية كما تلاحظون لا بأس نشارك معكم بعض الارباح يعني هذا الاخ يحقيق يقول سبع الخير وستادنا هاي كانت صفقة سكالبين وحققت منها ارباح رأيها خمسة وسبعين دولار من اليورو عود من سوق الفوريكس يعني ليس هناك هات الدورة ليست مخصصة لسوق معين تلاحظون اخوة يحققون ارباح من سوق الفوريكس ويستعملونها في سكالبين في تدول يومي في عيشة هاد الاخ كذلك يحقق ربح مئة واحد وعشرين دولار على الزهب صفقة في خلال عشر دقائق استادي يقول لا ندخل اعتباطيا لاحظت زيادة في الزخم البيعي على فرين خمسة دقيقا تدرت تصحيح على فرين خمسة دقيق ودخلت في كسر التصحيح وبوم هذا هو شعارنا اخوتي الكرام هذا الاخ يحقق خمسمائة بالمئة ويقول اصفت في تحليلك بارك الله فيك ورحم الله والديك ومستمرين يحقق خمسمائة بالمئة هذا الاخ كذلك يحقق ستة وتلاتين بالمئة ويقول عائدة العلمان في كدبلات وفوت الفرصة نحن ملوك الدورة تستهل عشرة الالف دولار شكرا استاذي ويسان فخور بك وهذا هو شعارنا يعني حقيق تمانية وخمسين بالمئة كما تلاحظون هذه ارباح الناس المشتركين بالدورة انطلاقا من مجهوداتهم الخاصة لا تنسوا تذهب إلى الموقع في هذا الموقع هناك مقالات يمكن لكم قراءته او كتب يمكن لكم تحملها مجرية مثل اضغط على ابدال المجرية تصل لك الكتب الى ملكة الخاصة تحذير التداول منها خطيرة يمكن ان تخسرك اموالك لذلك ما نقوم في القناة وهذا مغزى تعليمي تثقي في مئة بالمئة لا نعطينا نصر احمالية ولا استثمارية تضغط على زر شراء والبيع انت المسؤول مسؤولية انتم عن قرارتك قناة العملية والكذب لا تتحمل ايات مسؤولية كل ما نطلبه منك تقارن تراقب وذلك اعجبتك الطريقة يمكنك الى دورتنا والى عروضنا المؤشر السري الغير معروف الذي سنستعمل اليوم وسأقوم بتنصيبه الان في عالم الناسة TradingView يسمى Trendline with Breaks Trendline with Breaks سأكتب Trendline with Breaks وسأختار سأحاول ان نبحث عن Trendlines with Breaks وهذا للوكسالجو سأضغط عليه اذا قمت بتنصيبه كما تلاحظون اذا هذا المؤشر يساعدك على معرفة متى يتم كسر Trendline اذا اردت ان تبحث عن الشراء او البيع ويمكن تطبيقه على اي فريم وسنستعمل مع الهايكن اشي يعني اذا اردت ان تغير الهايكن اشي في نصة TradingView هذه شموع لكن اذا اردت ان تغير الهايكن اشي تقوم بذلك هنا تختار هيكن اشي تأتي الهايكن وتنزل الهايكن اشي وتختار هيكن اشي هكذا نريد طيب طيب اذا بقيت معي الاخر هذا الفيديو سأعطيك استراتيجية اخي الكريم لاستعمالها مع هذا المؤشر اذا المؤشر واحد Trendlines with Breaks with Breaks طيب طيب الان هذا المؤشر يصبح لنا Trendline لكن حتى يكون اكتر قوة تعرفوا ان عندما يكون هناك اختراق لتريندلين او كسر لتريندلين هناك بعد احيان يمكن ان يكون هناك اختراق كاذب لذلك سنحاول ان نرى فقط ال Breakout ال Confirm يعني المؤكدة بالتالي سأقوم بالضغط على هذا سأذهب الى المؤشر هنا هذا هو المؤشر سأضغط على هذه الايكون الايقونة اولا سأغير ال Length سأضع 26 سأغير Slope 1.6 سأقوم بالضغط على هذا Show Only Confirmed Breakouts اريني فقط الاختراق المؤكدة فقط هذه الاحداثات التي سنقوم بتغييرها وكما تلاحظون ستجدون انه لما يتم اختراق لما يتم اختراق Trendline الاخضر يكتب لك Breakout اختراق اذا يعني انه سيكون هناك صعود اذا تم اختراق Trendline الاحمر هذا Trendline لنقوم بوضع لون اخر ابيض مثلا هذا Trendline الاحمر كما تلاحظون هذا Breakout ليس Buy او Sell ولكن Break يقول لك اختراق يمكن البحث البي وكما قلت يمكن استعماله في اي Time ويمكن استعماله في اي سوق تجرب اولا مثلا عندما يعطيني Breakout يعطيني هذا الاختراق تلاحظون هذا الخط الاحمر Trendline الاحمر يعطيني اختراق له اذا الشمعة التي تم اختراقها هي هذه الشمعة اذا سأدخل تحت جسمها مباشرة بيع تلاحظون هنا وقف الخسر سيكون في اعلى قمة بعد الشمعة قبل الشمعة التي هي هذه القمة هذه القمة والهدف سيكون 1.5 فقط 1 1.5 عفوا سيكون 1 1.5 risk reward ratio هكذا اذا ضربت الهدف لنرى هذا المثال كذلك لاحظوا معي اعطانا Trendline وعطانا Breakout وهذا Confirmed Breakout اذا سأدخل مباشرة بعد الغلاق بعد السعر الاغلاق هذه الشمعة هنا وقف الخسر سيكون اخر قاع قبل ظهور وهذا القاع وسيكون 1 1.5 هو هذا risk reward 1 1.5 هدف محقق لنرى كذلك هنا Breakout بالاخضر يعني للصعود اذا المنطقة التي سنبحت عن شراء اذا اتي الشمعة جسمها بعد الاغلاق بوم وقف خسر اسفل اخر قاع هو هذا قبل هذا هو هذا قاع واحد لواحد فاصل خمسة عفوا واحد لواحد فاصل خمسة ضربت الهدف ننزل كذلك انا اجرب الان على البيتكوين لنرى اين هو البيتكوين اين هي الحرف ابحث عن الحرف ب ابحث عن الحرف ب لاحظ هذا هو الحرف ب تم الكسر ساب حتى عن شراء بعد اغلاق الشمعة وقف الخسر اسفل الاخر قاع هذا هو الاخر قاع او هذا هو الاخر قاع مش مشكلة اي واحد فيهما واحد لواحد فاصل خمسة واحد لواحد فاصل خمسة سو حاول عندي مشكلة لا اعرف لماذا اذا ضرب الهدف لاحظوا تم ضرب الهدف تلاحظون لاحظوا كم من صفقة 100% لحد الساعة 100% ربح لاحظوا هنا كذلك ب break out اخضر اذا شراء اغلاق هنا وقف الخسر اسفل الاخر قاع هذا واخر الهدف الهدف 1.5 اللي نرى هل تم ضرب الهدف وو يعني اقترب من ضرب الهدف لنرى تم ضرب الهدف عفوا او ضرب الهدف تلاحظوا تم ضرب الهدف بوم مثال اخر على البيع هذا البي confirmed اكيد ستضرب الهدف لاحظوا بيع سنبحث عن بيع سنبحث عن بيع اخوتي الكرام شورت لا ادري لماذا عندي هذه المشكلة هنا مش فاهم المشكلة لماذا يعطيني هذا اذا هاتي الشمعة هنا اذا منطقة الاغلاق هنا وقف الخسارة على قمة هنا واحد لوعد فاصل خمسة ضربت الهدف بسرعة كذلك هنا واحد لوعد فاصل خمسة ضربت الهدف بسرعة لنرى مثل اخر احتاج يعني تقريبا يعني تقريبا تقريبا ارباح قوية وقوية جدا هذه كذلك بي شراء زناتي الشمعة اغلاق اخر قاع قبل البي هو هذا واحد لوحد فاصل خمسة ضربت اكتر من واحد فاصل خمسة لاحظوا يعني ضربت الهدف يعني كما تلاحظون يعني هذه كذلك ضربت الهدف اخوان يعني ضربت الهدف هنا ربما لن تضرب الهدف هنا ضربت الهدف واحد لواحد فاصل خمسة هنا كذلك ستضرب الهدف لانه وقف الخسر سيكون في القمة هنا كذلك ضربت الهدف وقف الخسر سيكون في هذه القمة اخر قمة هنا ضربت الهدف ووقف الخسر آخر قمة هنا ضربت الهدف ووقف الخسر آخر قم هنا 1.5 هنا كذلك ضربت الهدف وقمة هنا 1.5 إذن كما تلاحظون هذا المؤشر سيساعدك أخي الكريم على احتراف التداول بكل بساطة أنا أبحث لكم عن مؤشرات جيدة تساعدكم على الاحتراف كما تلاحظون إذن كان هذا هو درس اليوم مؤشر سحري يساعدك على احتراف التداول يمكنكم ان تجربوا في كل الاسواق انا جربته على البيتكوين جربوا انتم كذلك على الفوريكس على السهم على المواد الاولية وانا جربته على فريم الساعة افضل ان يتم تجربته على فريم الساعة افضل ان يتم تجربته على فريم الساعة اخوتي الكرام سأوعيد اولا ساعة مؤشر وعيد تذهب الى انديكيتورز تكتب تختار تريند لاينز وتضغط عليه يتم تنصيبه بعد ذلك تذهب الى احداتياته تغير هذه الاحداتيات الى 26 وهذه الى 1.6 وتضغط على خلاص وبعد ذلك تغير فقط شكل الشموع من الى وكلما دارت لك هذا الحرف بي اذا كانت بالاخضر تبحث عن الشراء بعد اغلاق الشمعة لتأكيد وتشتري اذا عندك بحمراء بيع اغلاق الشمعة وتشتري اوكي اخوتي الكرام اذا هذا هو درس اليوم اتمنى انكم استفدتم منه فاجلوا لايك ادعوا تعليقاتكم في فيديو لا تنسوا ان تستغلوا عروضنا ودوراتنا التدريب يا اخوتي الكرام وكما تعرفون يعني لدينا عرض حاليا وهو عرض جديد هو عرض تحليل موجي والبرايس اكشن فقط ب197 دولار زائد ثلاثة مجموعات مجانة لمدة شهرين الدوراتين عبارة 34 و30 فيديو و25 ساعة من المعلومات اه يتموا استعمالها لاحتراف اي سوق بمتدولين هذا العرض قد ينتهي في اية لحظة كان عرض العيد وقد ينتهي في اية لحظة اخوتي الكرام كل مرة يتصلوا بالاخوان ارجوك مدد ارجوك مدد ارجوك مدد ارجوك مدد وانا كل يوم امدد على هاس انه راح ينتهي خلال 24 ساعة فحاول ان تستغل العرض قبل ان اه اقوم بازالته انا في بعض الاحيان يعني اه لما يتصل به شخص ويطلب مني التمديد يعني اه اخجل واجهي نفسي مضطرا الى ان امدد فبالتالي من فضلكم استغلوا العرض ولا تنسوا ان هدفنا هو تعليمكم وستجدونا الرابط اسفل في تعليقات اول رابط وفي صندوق الوصل الاشتراك بالدورة ولا تنسوا النا العلماء والكذب السلام عليكم احسابك اخ وسام السلام عليكم اه يا مبدع في دورة التحليل الموجي والبرايس اكشن صدقا كانت من ارواع من اربعة الدورات اللي انا اخذتها على الاطلاق اه تعلمت فيها فعلا اني اكون انا يعني معصنع السوق مش ضدهم اكتير اخذت الدورات وكتير دخلنا في صفقات اه اربحنا وخسرنا اضعف اللحن اربحنا لكن في هذه الدورة تعلمت صدقا كيف اني انا ادخل الدورة واطلع منها ربحان بدون اي خسارة انا بتشكرك جدا على كل معلومة اعطيتنا ايها بالصدق لانه كانت عبارة عن نقلة نوعية عن جد نقلة نوعية دورة التحليل الموجي انا كنت من متابعينك ولكن كنت يعني اه على حسب الدورات اللي انا اخذتها سابقا مش متشجع كتير لحد ما لقيت حالي بدخل في خسارة ورا خسارة قلت لا خليني انا اجرب اه جرأت فعلا ودخلت الدورة معك لكن صدقا صدقا للامانة كلمة حق تقال انا لا بعرفك ولا في اي علاقة بينه بينك غير اني انا من متابعينك ويعني كنت معجب في التحليلات اللي انت كنت بتنزلها والطريقة والاسلوب والعلم اللي عن جد هو علم بحت فكانت عن جد رائعة جدا جدا وكلمة رائعة قليلة جدا عليها فانا بتشكرك جدا وبتشكرك على كل معلومة صادقة وامينة كنت تعطينا اياها دورة التحليل الموجي اللي ما بفكر الفوت فهو في خسارة صدقا ونصيحة نصيحة من اخ محب فوت في دورة التحليل الموجي وانت مغمط لانه راح تعود كل خسارتك بابن الله يعطيك العافية استاذ وسلم